أمين وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندها تعينا فأكله الذين وما أنت به من إلا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصني بدم كذب قال بل سوت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه قال يا بشرى يا دولان وأسرواه بضاعة والله عليهم بما يعملون وشاروا بثمن بخس دراهما عدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تامير الحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت نبواب وقالته تلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوان إنه لا يفلح الظالمون الله أكبر الله أكبر أمع الله لمن حمد وبدأ أراضك الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصلاة المستقيم سراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قبيصه من دور وألف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من راب بأهلك سوءا إلا أن يسجه إلا أن يسجه أو عذاب دبي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قبيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قبيصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قبيصه قد من دور قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفره لذنبك إنك كنت من الخاطرين وقال بسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت ليهن وأعتدت لهن متكأا وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأيناه أكبرناه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم الذي نمتنه فيه ولقد رأيته عن نفسه فاستعصر ولئن لم يفعل ما آمره ليسدنن وليكون من الصابرين الله أكبر الله أكبر ومع الله لمن حكم ما بلاء لك الحم الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا طالين آم قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهبين فاستجاب له ربه فصاف عنه كيدهن إن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأى أولادات ليسجرنه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعسر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويره إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا لبئتكما بتاويره قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترقت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوع ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أعرباء متفرقون خيرون من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال أما أحدكما فيسكي ربه خمرا وأما الأخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منه مذكرني عند ربك فأنزاه الشيطان ذكر ربي فنبث في السجن بضع سنين الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الطالين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سباب يقولون سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملك اختوني في رويا إن كنتم للرويا تعهون قالوا أضرعكم أحلام وما نحن بتاوين الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمتنا لا أنبئكم بتاوينه فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهم يا كل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأكل من بعد ذلك يعامون فيه يراثوا الناس وفيه يعسرون وقال الملك أوتوني به الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحق الله أكبر 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 السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قيد المفضوب عليهم ولا ضالين آمين وقال الملك اوتوني به فلما جاء الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يرسوا عن نفسه قلنا قلنا حاشا لله ما علم لا عليه من سوء قال تراءة العزيز لا نحص حصى الحق أنا واتبو عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وما أبرق نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اوتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال قال جعلني يا خزائر الأرض إني حفير عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوه منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وأعجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن الحمد ربنا والجيحة الله أكبر الله أكبر الهشة الله أكبر ايجا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدر الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجعازهم قالاتوني بأخلكم من نبيكم ألا ترون أني أغفر كيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرأوا قالوا ارسلوا ويرعموا أباه وإنا لفاعلون وقال لكتيته جعلوا بضاعتهم في بحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال أدامكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا المتاعهم وجدوا بضاعتهم ردة ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتأتنني بي لتأتنني بي إلا أن يحاط بكم فلما آته لوثقه قال الله على ما نقول وكيل الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حمد لله رب العالمين السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من غواب متفرقة وما أذني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أبعوا أبوهم ما كان يهني عنهم من شيء إلا حادة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخا قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون فلما تهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن ريّة وانعير إنكم لسارخون قالوا أقبل عليهم ماذا تفقدون قالوا نفق بصواع الملك ولمن جاء به حبل بعيد وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جدنا لمفسد في الأرض وما كنا سارخين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من موجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجذ الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علي قالوا إن يسرق فقد سرق أخر له من قبل فأصرّا يوسف في نفسه ولم يبذها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون الله الله أكبر أمع الله لمن حمد ربنا ولك الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم المسرق الذين أنعمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ عدنا مكانه إنا أراك من المحسنين قال معاذ الله أننا أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرا ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله قد خذ عليكم موثقا من الله وبين قبل ما فردتم فيه يوسف فلنبرح أرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أباها إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل الخرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال من سولت لكم أنفسكم أمرا قصبر جميل عسى الله أن ياتي لي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فتولعا وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالت الله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهاركين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واحي ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون الله الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين آمين لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجدنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يبير أجر المحسنين قالت الله لقد أثرك الله علينا وإذا كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذا أبوا بقبيصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ألما فصلت العير قال أبوه إني لأجد لي حيوسف لولا أنت فانبذون قالت الله إنك لفي ضلالك القديم ألما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم يا الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا قلوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادفروا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وفروا له سددا وقال يا أبت هذا تاويله يا يامره قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسنني إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البلو من بعد أن نزع الشيطان من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبر وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحالي فاطر السماوات ونر أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أغفروا الناس ولوحى واستبروا منهم وما تسألهم عليه من نجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأيهم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم على معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وجن مشركون أفاملوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة أو تاتيهم الساعة مغفة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في أرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استهل أسى الرسل وظنون أنهم قد كذبوا جاء النصرنا جاء النصرنا فننجي من نشاء فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجربين لقد كان في قصصهم عبرة لأولل البال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتقصيل كل شيء وهدى وعحمة لقوم يؤمنون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة